شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس وشركات يونانية لانشاء شركة مساهمة جديدة لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة واكد رئيس مجلس الوزراء ان الشراكة الجديدة تتيح تقديم خدمات لوجستية جديدة للسفن العابرة لقناة السويس بما يعد اضافة قوية تدعم تطوير منظومة تقديم الخدمات اللوجستية البحرية وتعظم من الاستفادة من المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة المحيطة